قَالَ إِنِّي أَبَدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَاجْعَلَنِي نَبِيًّا وَاجْعَلَنِي أُبَارَكَ النَّيْنَ مَا كُنتُ وَعَوْصُونِي بِالصَّلَاةِ وَالسَّكَاتِ مَا تُمْتُ حَيَّا وَذَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّالًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ عَرُوتُ وَيَوْمَ أُفُعَ سُحَيَّا ذَلِكَ عِيْسَهُ مَرِيَّ قَالَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ بِاللَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانًا إِذَا عَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ سَيَقُونَ مَا كَانَ بِاللَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ